صرح سفير مصر في فرنسا على يوسف أن الانتخابات الرئاسية التي انطلقت بالخارج وتستمر ثلاثة أيام تعد واجبا وطنيا واستحقاقا دستوريا وتعين على جميع المواطنين المصريين في الخارج المشاركة فيه بفاعلية وكثفة وأشار يوسف إلى انتهاء السفارة في باريس مسبقا من كافة التعذيرات اللازمة لاستقبال الناخبين الذين يدلون بأصواتهم وكذلك الاستعداد لتدليل مختلف العقبات أمام ممارستهم لحقهم الانتخابي والإجابة على مختلف الاستفسارات المتعلقة بسير العملية الانتخابية وأكد يوسف على أن السفارة قد اتخذت الإجراءات اللازمة لتسهيل ممارسة ذاوي الاحتياجات الخاصة لحقهم الانتخابية فضلا عن إذاحة بطاقات اقتراح خاصة وفرتها الهيئة الوطنية للانتخابات لتسهيل قيام الأخوة المواطنين الأكفاء بالإدلاء بأصواتهم أيضا